موسيقى بالإضافة لدراستي بمجال البزنس أنا اشتغلت تيتشر في مدرسة دولية لمدة سبع سنوات وحبيت أن يقدمج ما بين إدارة الأعمال والإدوكيشن واكتشفت أنه نحن بطريقة ما ممكن نطلع من هذا الطفل أنه هو يكون المبدع أنه هو يكون المنتج أنه المدرسة في دولها ممكن تخلي الطفل يقدر يوصل للي هو بديها باعتقادي ومن تجربتي الشخصية أنه كلمة واحدة من مدرسة قادرة أنه هي تغير حياة الطفل في الكامل ومستقبله برضو فأنا اكتشفت أنه نحن لازم نكون عن ما نتفهم للطفل وللويكنس بوينت وليسترينث بوينت تبعيته ونخليه يبعد عن فكرة أنه هو الوسيلة لتحقيق أحلامنا بتلاقي كثير منه أنه أنا نفسي كان أطلع دكتورة فبدي أطلع بنتي أو ابني دكتور وبحاول أعمل كل الأشياء هاي أنه أخلي الحلم تبعي يتحقق عن هذا الولد أو هذا الطفل فهون أنا بضغط على هذا الطفل وبعيشه بطريقة أنه هو تحت ضغط وبخليه يفقد سنس الإبداع والتميز أما لو أنا أعطيته إمباور أنه هو صاحب القرار وصاحب الفكرة هو قادر أنه هو يبدأ ويغير ويوصل للي هو بالدياوي اللي نفسه فيه أنا بالنسبة لأنه أنا في البزنس برضو درسنا ثيوري أكس وثيوري واي أنه الموظف مثلاً اللي بيكون تحت الرقابة هو اللي بينتش أكتر هو اللي بيشتغل أكتر أما الثيوري واي أنه الوظف بطبيعة وبيحب الشغل لما طبعت النظرية هاي على الطلاب في المدرسة لقيت أنه الطلاب اللي نحن منعطيهم إمباور ومنسمع لهم ومنحس فيهم هدول يا طلاب بينتجوا أكتر معدنهم الدراسي بيزيد فهون اكتشفت أنه أنت كل ما تخلي الطفل هاد أو الطالب يتميز باللي هو فيه بدون ما تقارنه وتحطه تحت ضغط مع أقرباءه وزملاءه في المدرسة وتحطه تحت ضغط إنه هو لو شاطر مثلا في الماد لازم يكون شاطر في الساينس وفي الكيميستري والبايولوجي لا، هو لو شاطر في مادة فنحنا نهايلايت على هذا الموضوع ونطلع أحسن ما هو عنده فليدر نوصل للي هو بالديا بدون ما نحطه تحت برضو مرة تانية ضغط وبدون ما نهدده، بدون ما نعنفه أنا شايفة إنه دور المرأة في تربية الطفل هو من أهم أدوار المرأة في المجتمع وللأسف الشديد لما نزلت على الماركت ودرست وقرأت لقيت إنه نسبة الطلاق في مصر ونسبة الـ single mothers أو single fathers أو الناس اللي عندهم مشاكل عالية جداً فمن هون فكرت إنه نحنا كيف ممكن نكون إيدي العون لهذا الطفل كيف نحنا ممكن نساعد إنه ننشق جيل يكون ما بخاف يكون عنده حرية الرأي إنه هو يكون بيتناقش ما بيقضي 18 سنة من حياته عم يتعلم في المدرسة قراءة وكتابة ولغار وبالآخر يفتقر لي إنه هو يتعامل مع الناس يكون عنده وجهة نظر يقولها لا أنا فكرت إنه نحنا ممكن ندعم هذا الطالب أو الطفل وندعم المرأة ونعطيها قوة ونخليها تكون هي البصيص الأمل اللي موجود للأشجال القادمة بإنحنا بدعمنا للمرأة وبدعمنا للطفل ممكن نوصل بمصر لأعلى وأقدم يعني لأعلى المراحل ونخليها تكون المنافسة بين دول العالم بتعمل دمج ما بين الأفكار العلمية اللي هو الطالب لازم يتعلم إنه هو يكتب ويقرأ ويتعلم لغاك بالإضافة لإنه هو يكون عنده ركزت على المونتوسوري دكتور ماريه المونتوسوري كانت بتقول إنه عالمنا أصابه من التمسق ما يكفيه فلو استمر التعليم بنقت المعارف والمعلومات من جيل إلى جيل رح نقف يائسين وما رح نقدر نتطور ولا خطوة قدام فقررت إني أدمج ما بين المونتوسوري وما بين الانترناشنال كوريكيليمز وما بين أكتر من فكرة إنه نحنا نقدر نوصل فيها للطفل ونساعد فيها الأوم ونكون إيدي العون لأنه نحنا نمسك الطفل هذا مع الأوم ونوديه لبر الأمان لنقدر نخليه يقدر يعيش مع الـ الـ As we know all إنه نحنا we are living in a very small village فلو نحنا الطفل والأم ما أدرو يوافو التغيير ويكونوا أد التغيير المستمر هاد رح نبقى نحنا في الخلف ويكون في قدامنا طوال كتير متقدمة ولكن أنا مؤمنة جدا إنه إرادتنا وقوتنا وأنه مصر بقيادتها الحكيمة وبالناس اللي مسؤولة عن التعليم رح نقدر نوصل بمصر للخمم ونقدر نواجه كل المشاكل في العالم ونكون في المقدمة دائما شكرا شكرا